السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم اسلام البلشة النهاردة ان شاء الله معنا فيديو جديد في الفيديو بتاع النهاردة انا هتكلم على الموضوع بتاع ان الرابط بتاعة القناة مش شغالة هشرح لك ازاي تقدر تحمل من الرابط بتاعة القناة وكمان هتكلم على الجزئية بتاعة الرابط الربحية او رابط اختصار الملفات في ناس كتير بتجيدي على القناة بيجولي على اي فيديو بيقولولي اللينك بتاع الفيديو مش شغال او اللينك بتاع الروابط بتاعة التحميل مش شغالة وغير كده في ناس بتقول انت حطت روابط اختصار ما تحط اللينك مباشر ومعزمهم بيقولولي احنا ما بنعرفش نحمل منه او اللينك مش بيفتح معانا وبالاخص الفيديو بتاع اللي نزلته اخر مرة اللي هو اخر فيديو نزل على القناة ناس كتير او جدت وعلقتلي على الفيديو بتقولي اللينك مش شغال هشرح لكم النهاردة ازاي تقدروا تحمله من القناة وبالاخصة هشرح لك على الفيديو بتاع وهزبتلك ان اللينك بتاع الفيديو او اللينك بتاع الروابط بتاعة الفيديو شغالة وما فيش فيها اي مشكلة وبالمناسبة الفيديو ده انا طالع بصوره دلوقتي ارتجالي وما فيش فيه اي يعني انا ما جاهزتش للفيديو وما عملتش للفيديو يعني انا طالع كده اتكلم ارتجالي لاني مستعجل في الفيديو ده عشان كتر الناس اللي بتيجي تتكلم وبتقول اللي اللينكات مش شغالة واللي بيقول انت حطت روابط ربحية وانت هبتنصب علينا حطت لينك واهمي وما عرفش ايه وتخش على روابط فيروسات ويعني الكلام كتر في الموضوع ده وناس كتير بتشتم فانا كان لازم اطلع اتكلم في الموضوع ده بسرعة وما فيش اي تجهيز للفيديو ده زي ما قلت لك تعالوا بقى انا قلت لك هشرح لك على الفيديو بتاع اللي هو اخر فيديو نزل واللي هو يعتبر اكتر فيديو ناس قالت لي ان اللينكات مش شغالة فيه اولا قبل ما نبدأ في اي حاجة انت قدامك تلات اسباب ممكن من خلالهم يكون اللينك مش شغال اول سبب ان هو مسلا الفيديو يكون قديم يعني انت ما تجليش على فيديو انا منزل الفيديو ده من تلات او اربع سنين وتجي تقول اللينك مش شغال طبيعي ده طبيعي ان اللينك يبقى مش شغال لان معظم الفيديوهات القديمة من تلات او اربع سنين في الفترة ديت اللينك بتاع التحميل بتاعها بيدرب ده طبيعي فماشي ممكن اصدقك في الموضوع ده عندك سبب تاني انك تكون مسطب منع اعلانات ده برضو ارد ان هو ان هو يمنع اللينك ان هو يفتح فانت لازم تسطب منع اعلانات هقولك عليه دلوقتي بيفتح معاك اللينكات عادي ما فيش مشكلة كل اللي بيعمله ان هو بيمنع الاعلانات مش اكتر بس اللينكات بتفتح معاك وما فيش فيها اي مشكلة مش بيمنع اي لينك انت ممكن تكون منع الاعلانات اللي انت مسطبه يكون بيمنع الرابط اللي هو يفتح تمام عندك السبب التالت اللي هو برنامج الفيروسات ممكن برنامج الفيروسات برضو بيمنع الرابط الربحية انها تفتح او رابط اختصار الملفات انها تفتح ممكن انت تجرب تقفل برنامج الفيروسات وتجرب اللينك يشوفها يشتغل ولا لا. وبفيد برضو سبب رابع هقولك عليه يبقى من خلال اللي هو الموقع بتاع الاختصار نفسه اوقات. موقع الاختصار او موقع رفع الملفات بيكون السيرفر بتاعه واقع. مش اللينك. لا. الموقع نفسه عامة يكون السيرفر بتاعه واقع. فعشان كده طبيعة لقى اللينك مش شغال. انت ممكن تجرب بعد فترة تلاقي اللينك يشتغل معاك عادي ما فيش في مشكلة. يعني مش بيبقى السبب من خلالي مش بيحط لك لينك واهمي او بحط لك روابط فيروسات او كلام الناس بتقول ده. فهاشرح لك النهاردة انا باستخدم موقعين. موقع لرفع الملفات وموقع لاختصار الملفات. ما ما استخدمش اكتر من كده. لو ريحت دلوقتي على الفيديو بتاع سبايدر ملا ونزلت تحت. ماشي. الناس بتقول لي اللينكات بتاعت. لينك الاداة. ولينك المودات مش شغالين. تمام? انا هجرب قدامك هو. الموقع بتاع الاختصار انا باستخدم موقع اللي هو جيتس يو ار ايل. اللي هو اللي ظهر قدامك ده. وموقع الرفع هو من نفس برضو. الناس بتوع جيتس يو ار ايل. الموقع اسمه فايل فور نت. تمام? دول الموقعين اللي انا باستخدمهم. واحد اختصار وواحد رفع ملافات. تعالوني يجو على لينك الاداة الاول هقول لك ازاي تقدر تحمل من القناة. اول ما بتفتح لينك الاداة. انت بتفتح اللينك بيجيلك بالشكل اللي انت شايف ده خلاص. دي اول خطوة اللينك شغال ما فيش في اي مشكلة. هتروح تعمل على عندك تلاتة تانية هي تتعمل عليها بيجيلك التالتة زي ما انت شايف بتعمل برضو كده انت خلصت اول خطوة اللي هي بتاع الموقع اختصار الملفات دي برضو جزئية زيادة في نفس الموقع بتاع الاختصار يعني انا ما باستخدمش موقع تاني. ده بيعمل لك فحص للموقع او فحص الرابط بتاعك من الفيروسات. بتروح تعمل شو اللي هي اللي ظهره قدامك دي. بيجيلك اخر خطوة اللي هو وديني على اللينك او الرابط بتاع الملف. بتضغط عليها بيفتح لك الموقع بتاع رفع الملف زي ما انت شايف كده. معرفش بقى الناس جيت قالت اللينك مش شغال ايه ومعرفش ايه? انا مش عايزة اوار الناس بس اللي بتفرج على الفيديو ده وقت مش عايزة اوررهم بالكومنتات. وفيكم انتك هتفاش تيما وانا مسحتها. انت لو دخلت على الفيديو هتلاقي كومنتات كتير بقول لك اللينك مش شغال طب فين بقى اللينك شغال قدامك اهو ما فيش في اي مشكلة. جبت بقى منين موضوع ان اللينك مش شغال ده انا معرفش. ولي بقولك انا دخلت على رابط تاني او حصل عند فيروسات او معرفش ايه? اللينك شغال قدامك اهو ما فيش في مشكلة. حتى اتعالى دلوقتي هجرب لك اللينك التاني اللي هو بتاع الموقع. هفتحه هو نفس النزاب برضو نفس موقع اختصار الملفات ونفس موقع بتاع الرافع. زي ما انت شاف بيفتح معاك هو بنفس الطريقة اللي قلت لك عليها في الاول بتعمل برضو على بتعمل على تاني وبعد كده بتعمل اخر مرة. بيجي لك نفس الموقع نفس الموقع برضو بس بيعمل لك فحص على الرابط. زي ما انت شايف بيبدأ يفتح معاك الموقع هوات مفيش في اي مشكلة. يعني ما اعرفش بقى الناس جابت منين اللينك مش شغال مش عايز اعورك الكومنتات برضو علشان ايه محدش يتحرك. فانت ممكن لو عايز تشوف الكومنتات بتخش على الفيديو برضو انا مساحت في كومنتات كتير كاتفيها اشتيمة. انت شايف عقوة اللينك شغال مفيش في اي مشكلة. وزي ما قلت لك هما دول الموقعين اللي انا بستخدمهم. واحد لرفع الملفات واحد للاختصار. ما بستخدمش موقعين تانيين غير دول. تعالى كلمك دل وقت في اللينك اللي بتاع الاضافة بتاعت منع الاعلانات. هسيب لك اللينك بتاعها موجود في وهي دي اللي انا بستخدمها من زمان. بتمنع الاعلانات بس. في نفس الوقت مش بتمنعك ان انت تخش على الروابط بتاعتك. هي دي اللي ظهرت قدامك دي اسمها هسيب لك اللينك بتاعها موجود في زي ما انت شايفة هو بيحضر لك الاعلانات عادي. بس المواقع كلها بتفتح معك من غير ما انت تضطر انك تقفلها. اما بقى بالنسبة للموضوع برنامج الفيروسات فده حاجة مش هقدر اتدخل فيها. اما لو انت عايز انا بستخدم برنامج اللي هو وبرضو اللينكات بتفتح معي ما فيش فيها اي مشكلة. الا بقى لو لينك مشكوك فيه فالبرنامج بتاع الفيروسات بيمنعه. خلاص? انا مش عايز اتكلم في الجزئية دي تاني ومش عايز الناس تخش تشتم وتعمل بالمناسبة في الجزئية اللي هي بتاعت مواقع اختصار الملفات. الناس بتقول انت بتحط موقع اختصار ملفات لايه? يعني انت بتربح على افانة او انت بتحط لنا مواقع بنخش من خلالها يحصل لنا فيروسات او معرفش ايه. اولا موقع اختصار ملفات ما هو الا طريقة ربحية للقناة. يعني هي وسيلة انا من خلالها بربح للقناة. مش هدفي من موضوع ده انت تخش على مسلا يجيلك فيروسات او يحصل لك اي حاجة في الجهاز. وديت حاجة مش هقدر امنعها لانها وسيلة ربحي للقناة زي ما انا قلت لك. موضوع انك بتخش على روابط تانية او روابط وهمية انا شرحت لك اوقات ازاي تقدر تخش من خلال موقع الاختصار لحد ما توصل للملف وتقدر تحمله من غير مشكلة. فزي ما قلت لك انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده تاني. بصراحة مش عارف الناس عايزة ايه يعني كفاية اليوتيوب نفسه بيعملوا معانا في موضوع الربح فمش هنيجي برضا على الموقع بتاع اختصار الملفات. وكده انتهى الفيديو بتاعنا النهار ده عندك اي اسئلة تانية سيبها لي في الكومنتات وانا ان شاء الله هرد عليك. بتنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة ولايك لصفحتنا على الفيس. وتشترك في القناة بتاعتنا الجديدة هتلاقيها موجودة في الدسكريبشن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة